بيبدأ الفيلم بالفصل الأول من القصة في باريس مع قاتل محترف قاعد في شقة مأجرها علشان ينفذ مهمة هو متكلف بيها وبيتكلم معنا وبيقول لنا إن مدينة باريس من المدن اللي بتصحى بهدوء مش زي كتير من المدن العالمية اللي الأحداث فيها سريعة وصوت الدوشة فيها عالي وبيقول لنا إن المجهود اللي بيبزلوا الجسم في السكون وهو قاعد ما بيعملش حاجة يعتبر مجهود كبير لو كان عقلك بيفكر ومش زي ما الناس فكر إنك لو قاعد هادي مش هتبزل طاقة وبنشوف إنه بيحبك كل يوم يقوم يلعب رياضة علشان يحافظ على اليقطه وعلى جسمه وبيقول لنا إنه أكتر حاجة بتخليه صفي زهنه هو إنه يسمع موسيقى مخصصة للنوع ده من الاسترخاء وهي اللي بتخليه ما يسمعش الصراع الداخلي اللي بيحصل جواه بعدها بينزل يتمشى في الشارع وبيكلم واحد في التليفون اسمه إدوارد وبيقوله إدوارد إن الهدف بتاعه لسه ما ظهرش لحد دلوقتي فبيرد عليه القاتل وبيقوله إنه مستني النهارده وبكرة وهو مرئي بالفندق كويس وعارف الأوضاء اللي الهدف حجزها ومستعد له ظهوره في أي لحظة وبيخلص المكالمة معاه وبيكسر التليفون علشان ما يبقاش وراه أي دليل بعدها بيرجع الشقة لمأجرها مرة تانية وبيفضل يتكلم معانا ويقول لنا إن الشخص اللي عايز ينجح في حياته ما ينفعش ياخد حجج ولا ينفع يتعاطف أو يسق في حد ولا ينفع إنه يخرج برا الخطة اللي حاطتها النفسه علشان كده بيعرفنا إنه مركز جدا في شغله علشان ينفزه بالشكل اللي هو رسمه لنفسه وبيفضل القاتل كل شوية يرائب قوضة الهدف لحد ما بييجي الوقت اللي بيشوف إن الستاير بتاعة القوضة بتتفتح وفي حد من اللي شغالين في الفندق موجود علشان ينظفها وساعتها القاتل بيبدأ يستعد وبيركب القناصة بتاعته وبياخد وضع الاستعداد لكن الهدف بيكون معاه بنت في القوضة ولما القاتل بيضرب الطلقة بتيجي في البنت مش فيه هو وساعتها طاقة من الحراس بتوعه بيجروا عليه وبيقفلوا الستاير علشان محدش يعرف يضرب وبيبدأوا يبصوا في كل الاتجاهات علشان يعرفوا الضربة دي جات منين لكن القاتل بيهرب من المكان اللي هو فيه ده بسرعة قبل ما الصرطة تحصر المكان كله وبيلبس خوزة على دماغه علشان محدش يعرف هو مين وبينزل ياخد متوسكل وبيهرب به وبعد ما بيوصل لمكان امان بيرمي الخوزة في المية وبيروح على مكان يغير فيه لبسه وبيحلق دقنه وبينظف جسمه بالمية وبيقول ان دي حاجة مهمة علشان رصاص القناصة بيسيب رزاص خفيف على الجسم وممكن يكون ده الدليل اللي يوقعه وهو ما تعودش يسيب وراه اي غلطة وبيوصل المطار وبيكون معاه جواز صفر مزيف باسمه انجر وبيدخل جوا الحمام بتاع المطار وبيعرف ادوارد بالله حصل وادوارد بيكون متعصب جدا وبيفضل يقوله ان المهمة دي كانت لناس تقيلة ومش هيسكتوا ان المهمة فشلت لكن القاتل بيقوله انه ما يعرفش اللي حصل ده حصل ازاي ودي اول مرة يفشل في مهمة متكلف بيها وبعد ما بيخلص المكالمة معاه بيرمي التليفونه بيكسره علشان ما تبقاش فيه حاجة وراه وبعدها بيطلع الطيارة وبنروح بعد كده للفصل التاني من القصة وهو في جمهورية الدومينيكان لما القاتل بيوصل على البيت عنده وبيلاقي اثار اقدام على الارض وسجير كتير مرمية وبيعرف ان في حد زاره وعلى طول بيجري علشان يطمن على مراته ولما بيدخل بيلاقي البيت كله مكسر وفي اثار دم على الارض فبيجري بسرعة على المستشفى وبيعرف انها في العناية المركزة بين الحياة والموت وهناك بيكون اخوها ماركوس قاعد معاها ولما القاتل بيسألوا عن اللي حصل بيقولوا ماركوس فيه راجل وستة هجموا عليها في البيت وكانوا عايزين كنتة ولما لقوك مش موجود عملوا كده فيها وفي البيت وبيفضل يقولوا انه مدخل اخته في مشاكل كتير وهو مش حابب كده لكن القاتل بيوعدوا ان اللي حصل ده مش هيتكرر تاني وانها غلطة وخلاص خلصت وبعد شوية بيتطمن عليها لما بتفوق وبيعرفها انه مش هيسيب حقها وهينتقم من العمل فيها كده بعدها بيرجع البيت وبيحفر في الحديقة وبيخرج اسلحة وهويات مزيفة كتير وبيبدأ يستعدوا ان يدور على العمل كده وبيقول ان اكيد الاتنين دول مش من الدومينيكان وإلا كان زمانه عرفهم علشان كده بيوصل للارشيف بتاع المطار وبيهدد العامل اللي هناك انه هيخلص عليه لو يتكلم وبيفضل يدور على الكمبيوتر وبيعرف رقم الرحلة اللي جم عليها وبيعرف كمان انهم اول ما خرجوا من المطار رجبوا مع سواق تاكسي اسمه ليو رودريكز وبياخد كل البيانات بتاعت ليو علشان يعرف ما كانوا فين بالضبط وفعلا بعد شوية بيقدر يوصل لليو وبيفضل يرقبه وبيروح يركب معاه التاكسي على اساس النسبون ومحتاج حد يوصله وفي الطريق بيطلع المسدس وبيهدده انه لو ما تكلمش هيخلص عليه وليو بيكون خايف جدا وبيقوله انه جاب راجل وست من المطار وقالوله يوصلهم لعنوان وطلبوا منه يستنيهم علشان يرجعهم المطار تاني وفضل مستنيهم حوالي ساعة كاملة بعد كده رجعهم المطار وبيقوله انه ما يعرفش اكتر من كده لكن القاتل بعد ما بيعرف منه كل اللي هو عايزه بيخلص عليه وبينزل من التاكسي بعدها بنوصل للفصل التالت لما بيسافر القاتل لمدينة نيو أورلند وبيقول لنا انه عنده مخازن كتير في كل مدينة في أمريكا لانه كان عامل حسابه على اي حاجة ممكن تحصل علشان كده بيغير هويته وبيلبس لبس شركة الشحن فاديكس وبيقدر انه ياخد شاحنة من شاحنات الشركة وبيعد فيها يرائب الشارع وبيشوف واحد اسمها هولوريس وبيقول ان هي دي الخيط اللي هيوصله للهو عايزه وبعد شوية بيستنى هولوريس لما اتوصل على الشركة اللي شغالة فيها والقاتل بيمشي وراها وبيدخل الشركة على اساس انه مندوب شحن وجاي يوصل طرد لكنه بيقدر يدخل المكتب بتاع هولوريس واول ما بتشوفه بتتخض لانها عارفة كويس وبتفضل تقوله انها ما عملتش حاجة ومش عايزة تموت فبيطلب منها تدخله لادوارد بدل ما يخلص عليها وفعلا بتدخل معاه لادوارد وبتفضل تقول لادوارد يسامحها لانها ما كانتش تعرف تتصرف لوحدها لكن ادوارد بيقولها تهدى وبيعرفها ان ما فيش حاجة حصلت وبيفضل يقولها ان هو هيعرف الغلط بتاعه لوحده وهيمشي من هنا لانه عارف ان اللي بيعمله ده ممكن يوصله الفين لكن القاتل بيطلم من هولوريس انها تدخل الحمام وتربط نفسها ولو اتحركت هيقتلها وفعلا بتسمع الكلام وبتربط نفسها وهو بيقفر عليها الباب وبيروح يتكلم مع ادوارد علشان يعرف مين اللي عمل فيه كده فبيقوله ادوارد كان لازم يكون فيه تضحية لان المهمة بتاعتك اللي انت فشلت فيها كلفتنا كتير وكلفت العميل بتاعنا كتير علشان كده انت لازم تبقى متقبل ان دي من ضرائب الشغل بتاعنا لكن القاتل بيقوله ان كل الكلام ده مش فارق معاه وان اهم حاجة عنده يعرف مين العمل كده في امراته ولما بيرفض ادوارد انه يتكلم بيدربه القاتل ومسدس مسامير في سدره وبيقوله ان طول المصمار 9 سنتي وانت قدامك دقايق وتموت بسبب النزيف اللي حصل في الرئة ده ومحدش هيقدر ينقذك وبيطلب منه يتكلم بسرعة قبل ما يموت لكن ادوارد بيرفض يتكلم وبيموت فعلا وساعتها هولورس بتنازي عليه وبتقوله انها عارفة مين اللي عمل في امراته كده وبتطلب منه يديها الامان وهي هتقوله على كل حاجة وبتفضل تقوله ان عندها اطفال وعايزة تربيهم وساعتها بيقول لنا القاتل ان دي تعتبر ثغرة ماينفعش نمشي وراها علشان هنخسر كل حاجة والثغرة اللي بيتكلم عنها هنا بتكون التعاطف وبيفضل يقول ان التعاطف ضعف والضعف بيؤدي للخسارة في الآخر لكنه بيقول هولورس انه مش هيعمل لها حاجة بس تديله كل المعلومات من غير ما تضحك عليه وفعلا بتركب معاها العربية وبيروحوا على البيت عندها وبتوريلوا اوراق فيها عنوين واسماء كل الناس اللي بيشتغلوا معاهم من الباطن وبينفزوا لهم المهمات بتاعتهم وبيفضل القاتل يدور لحد ما بيعرف اسماء وعناوين الاتنين اللي بيدور عليهم وبيعرف ان العميل اللي خليهم يعملوا كده اسمه السيد كلاي بورن ودفع المبلغ كله كاش قبل العملية وده خلاه يخسر الفلوس لان المنظمة رفضت ترجع له فلوسه وهو قال لهم انه ما استفدش حاجة والمهم اللي طلبها ما تنفزتش فبياخد الكروت يخليها معاه علشان يعرف منها العنوين ولما بيخلص وبتكون هولورس ماشيا قدامه بيمسك رقابتها وبيقتلها بعدها بييجي دور الفصل الرابع من القصة في مدينة فلاريدا وبيوصل القاتل عند بيت الشخص اللي بيدور عليه لكنه بيلاقيه مربي كلب من النوع الشرس فبيروح يشتري لحمة ومنوم من السوبر ماركت وبيفضل يرائف في الشخص المطلوب وبيمشي وراه في كل حتة لحد ما بييجي اليوم اللي هينفز فيه وبيقرب من البيت بتاعه لكنه بيتفاجئ بالكلب عمالي ينبح بصوت عالي وعايز يهجم عليه فبيرميله لقاتل قطعة لحم من اللي فيها المنوم وبعد ما بيتطمن ان الكلب نام بيدخل البيت وبيفضل يتمشى وبيدور على صاحب البيت فين لكنه بيكون ملوش اي قصر لحد ما بيطلع الدور اللي فوق وبيتفاجئ به بيهجم عليه وبيكون فكره حرامي وبيفضل يقوله انه دخل البيت الغلط ومش هيخرج من هنا ابدا والاتنين بيفضلوا يضربوا في بعض لكن الشخص التاني بيكون اقوى من القاتل بكتير بس القاتل بيقدر انه يضربوا ضربة قوية بتخليه يقع ويتصاب اصابة خطيرة وساعتها بيهرب منه القاتل على الحمام والشخص التاني بيقوم من مكانه وبيدخل الحمام وهو بينزف واول ما القاتل بيشوفه بيجري بيضربه بالنار وبيخلص عليه لكن المشكلة ان الكلب بتاعه بيقوم من النوم وبيسمع صوت صاحبه بيتضرب وعلى طول القاتل لما بيشوف الكلب بيطلع يجري باقصى سرعة والكلب بيفضل يجري وراه لكنه بيقدر يقفل الباب قبل ما الكلب يلحقه بعدها بيجيب القاتل ازازة مولوتوف وبيولع فيها وبيرميها على البيت وبيحرقه بالكامل وبيهرب من عنده بعدها بيطلع على المطار وبيكون معاه هوية مزيفة باسم جرانت وبيدخل المطار يغير هدومه وياخد شاور قبل ما يركب الطيارة وبعد ما بيركب بنكون وصلنا للفصل الخامس في مدينة نيويورك وبيكون القاتل بيدور على الست اللي كانت مع الشخص اللي قتله لما هجموا على امراته وبيوصل للمكان اللي سكن فيه وبيكون مستغرب انها عايشة في بيت شكله عادي وفي وسط مدينة سكنية وبيقول ان الناس اللي بتشتغل النوع ده من الشغل غالبا بتكون قاعدة في اماكن منعزلة عن الناس علشان يكون سهلة عليهم يأمنوا نفسهم لكنه بيفضل مرائبها لحد ما في يوم بتخرج بالعربية بتاعتها وبتكون رايحة على مطعم ولما بيدخل وبيعض على الترابيزة بتاعتها بيوريها المسدس اللي معاه علشان تخاف منه وهي بتقوله انها كانت عارفة ان اليوم ده هيجي هيجي بس ما كانتش عاملة حسابها انه قرب قوي كده وبتفضل تتكلم معاه وبتقوله انها من اول ما شفيته عرفت هو مين وان الانتقام باين عليه واكيد هو الزوج اللي كانوا عايزين يقتله مراته وبتفضل تتكلم معاه عن الحاجات اللي الواحد بيعملها في الشغل وهو مبسوط منها وعن الحاجات اللي الحياة بتخلينا نعملها عموما وبتطلم منه انه يفضل قاعد معاها شوية ويستمتع معاها بالعشاء الاخير ويشربوا مشروب مع بعض وفعلا بيعودوا مع بعض وبعد ما بيخلصوا بتطلم منه انهم يتمشوا شوية وبيخرجوا ويتمشوا سوا وبتفضل تقولوا انها مش عارفة ايه اللي بتعملوا ده وبتعرفوا انها متأكدة ان دي اخر لحظات لها في الحياة لكنها متقبلة الموضوع ومش زعلانة منه واثناء ما هي بتتكلم بتقع على الارض وبتطلم منه انه يساعدها علشان تقوم لكن القاتل بيدربها بالنار في دماغها ولما بتموت بيشوف سكينة في ايديها وبيقول لنا ان ده اكبر دليل انه كان صح لما قلنا ما نصيقش في حد ولا نتعاطف مع حد بعدها بيبدأ القاتل الفصل السادس وبيسافر مدينة شيكاجو وده علشان يدور على العميل واللي هو السيد كلايبورن وبيقول لنا ان المهم المراجم السهلة لان ده شخصية عامة وحوالي حراسة طول الوقت لكنه بيفضل يرقبه وبيعرف المبنى اللي ساكن فيه واللي بيكون متأمن على اعلى مستوى وبيقدر يستغل لان العربية بتاعته خرج من الجراش وبيدخل بسرعة قبل ما باب الجراش يقفل وساعتها بيتفاجئ ان الباب مقفول ولازم مفتاح فبيدور على امازون على ناسخ مفاتيح الالكتروني وبيشتريه وبعد ما بيمشي بيروحها الجيم اللي مشترك فيه السيد كلايبورن وبيشترك فيه باسم هارتلي وبيكون معاه إثبات شخصية بالاسم ده وبيدخل الجيم وبيعمل نفسه خبط في واحد من العمال علشان ياخد المفاتيح من جيبه واللي بيقدر يفتح كل الدواليب اللي في الجيم في حالة الطوارئ أو إن حد ينسي المفتاح بتاعه وبيدخل قوضة تغيير الملابس وبيستنى لما كلايبورن بيمشي علشان يعرف الدولاب بتاعه فين وفعلا أول ما بيمشي بيروح بسرعة وبيفتح الدولاب وبيخرج المحفظة بتاعته وبياخد منها المفتاح وبيعمل منه نسخة على الجهاز اللي اشتراه من أمازون بعد كده بييجي يوم التنفيذ وبيقول لنا إن خطة حصان تروادة كانت خطة ممتازة لكن مين يحتاج حصان تروادة لما ممكن يستخدم مناديب الدليفري وفعلا بيستنى لما مندوب الدليفري بيخرج وزي المرة اللي فاتت بيجري بسرعة قبل ما باب الجراش يقفل وبيستخدم المفتاح اللي عمل منه نسخة علشان يوصل لكلايبورن وساعتها بيتفاجئ كلايبورن وبيقول إن المفروض إن المبنى ده متأمن على أعلى مستوى وبيكون متدايق إنه قدر يوصله لكن القاتل بيعرفه بنفسه وبيقوله إنه جاي ياخد حق امراته وساعتها كلايبورن بيفضل يقوله إنه ما عملش حاجة وإن إدوارد هو صاحب الفكرة وبيقوله إن لما المهمة فشلت أنا سألت إدوارد ممكن نعمل إيه في حالة زي دي وإدوارد رد علي وقال لي إننا لازم نعرفك إنك ما تغلطش تاني علشان كده هنديلك درسة بسيط وبيقول القاتل محدش فينا كان عارف إن الموضوع هيوصل لكده وبيعرفوا إنه مفيش بينهم وبين بعض أي مشاكل شخصية أو عدوات أو حاجة خليه يعمل كده عن قصد والقاتل أول مرة بيسيب حد يتكلم وبيسمعه وبعد ما بيخلص بيقول لكلايبورن إن دي آخر مرة هيشوفه إيش فيها علشان المرة الجاية لو جاله مش هيموته بالمسدس وبيوعده بموتة بشعة يفضل يتعزم منها كتير لحد ما روحه تطلع وبيسيبه وبيمشي وبعد ما بيمشي بيكون ده الفصل الأخير من القصة والقاتل بيقول لنا إن الانتقام شعور جميل لما يكون ليك حق لكن الشعور الأجمل منه هو الشعور بالأمان والراحة علشان كده قرر إنه يرتاح ويقعد مع مراته اللي خفت ورجعت زي الأول وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة